منطلقا من تصعيد العسكري في البحر الأحمر جاء التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ليثير عدة تساؤلات حول تداعياته وانعكاساته على الملفات اليمنية سياسيا وعسكريا وإنسانيا وعلى الرغم من كونه تصنيفا خاصا يتركز على تجميد أصول الأفراد والكيانات الداعمة للجماعة إلى جانب تضييق الخناق على التمويل المالي والاقتصادي لها إلا أن التصنيف يثير مخايف دولية من انعكاساته على جهود السلام في وقت ينخلط فيه الحوثيون في مفاوضات ثنائية لإنهاء الأزمة مع السعودية إلى جانب تأثيراته المحتملة على الملف الإنساني فالتصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كتنظيم إرهابي يضع العصى في عجلة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي وهو ما أثار قلقه من طباطئ وتيرة جهود السلام منظمات دولية كانت لها تحذيرات من أن التصنيف قد ينعكس على الملف الإنساني باليمن إذ يؤثر القرار الأمريكي على حجم تدفق المساعدات الغذائية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وهو ما عللت به واشنطن تأجيل سريان التصنيف لتفادي التأثيرات الإنسانية على المدنيين والعمل على معالجتها وفقاً لتصريحات مسؤولين أمريكيين وبالنظر إلى التصنيف ومستواه الخاص يقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تسعى من خلاله إلى الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم بالبحر الأحمر وإضعاف قدراتهم المالية والعسكرية في إشارة إلى رغبة أمريكية في تحجيمها بحيث لا تتجاوز تأثيراتها الداخل اليمني ولا تتمكن من تشكيل تهديد محتمل للمصالح الأمريكية في المنطقة الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال إن قرار التصنيف يعكس جانباً من نفاق أمريكا وإنها تهدف من خلاله للإضرار باليمن مشيراً إلى السمرار هجمات الجماعة في البحر الأحمر ما يضع تساؤلات حول مستقبل الصراع المحتدم في حواف المياه اليمنية وانعكاساته على مستقبل البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر